تقدم الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتهنئة لرئيس كوريا الجنوبية يونسوك بمناسبة الاحتفال خلال شهر أكتوبر الجاري بيوم تأسيس جمهورية كوريا مؤكدا اعتزاز مصر بالعلاقات الوثيقة الممتدة التي تربطها بكوريا الجنوبية والشراقة القائمة بينهما جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاها الرئيس من نظره الكوري الجنوبية وأصرح متحدث الرئاسة بأن الاتصال تناول التباحث حول عدد من موضوعات التعاون الثنائي بين البلدين خاصة على الصعيد الاقتصادي والاتثماري في إطار علاقات الصدقة بين مصر وكوريا الجنوبية وفي ضوء النماذج الناجحة التي تقدمها الاتثمارات الكورية في مصر في العديد من المجالات وخلال الاتصال تم تبادل وجهات النظر بشأن الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وكذلك سبل التعاون في قضايا تغير المناخ خاصة في ضوء استضافة مصر المرتقبة للقمة العالمية للمناخ في شهر نوفمبر المقبل بشرم الشيخ ومن جانبه ثمن الرئيس الكوري تميز العلاقات التي تجمع بلاده مع مصر ومعاربا عن التقدير الكبير الذي يكونه الشعب كوريا الجنوبية لمصر ولحاضرتها العريقة وتطلع كوريا الجنوبية لتعزيز العلاقات الثنائية المتبادلة على مختلف المستويات خاصة الاقتصادية والتجارية وزيادة حجم الاتثمارات الكورية في ظل ما تشهده مصر من نمو اقتصادي وحركة تنمية شاملة ترجمة نانسي قنقر